كانت غزوة بدر انتصارا هائلا للإسلام والمسلمين تركت وراءها خزيا وعارا لقريش فقتل فيها أكثر زعماء قريش شرفا ومكانه وأسر المسلمون فيها من أسروا والناجي من يوم بدر اعتبر نفسه محظوظا لأنه نجى من أسود المسلمين فلم يؤسر ولم يقتل وكان عمير بن وهب واحدا من الناجين لقل عاد ناجيا بنفسه لكنه ترك وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين وقد خشي عمير أن يأخذ المسلمون الفتى بذنب أبيه ويذيقوه سوء العذاب جزاء ما كان يلحق بالمسلمين من تعذيب فتوجه إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها ثم جلس مع ابن عمه صفوان بن أمية يتذاكران بدرة ومصابها العظيم ويعدان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه ويتألمان على عظماء قريش ممن قتلوا ثم قال عمير لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيان أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وكففت شره وإن في وجود ابن وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى المدينة أمرا لا يثير الشبهات استمع صفوان إلى كلام عمير وقال يا عمير اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ممتدت بي الحياة فقال عمير إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحد وصل عمير للمدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قريبا من بابه نزل عن ناقته فرأاه عمر بن الخطاب يمضي نحو المسجد بسيفه فأسرع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عدو الله بن وهب وقد جاء بسيفه وما أظنه إلا يريد الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله علي ثم توجه الرسول إلى عمير وقال ما الذي جاء بك يا عمير قال عمير جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقني ما الذي جئت إليه يا عمير قال عمير ما جئت إلا لذاك قال النبي بل قعدت أنت وصفوان وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان دينك على أن تقتلني دهش عمير لمسامعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أشهد إنك لرسول الله لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء لكن خبر مع صفوان لم يعلم به أحد إلا أنا وهو والله لقد تأكدت أنه ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي ساقني إليك ليهديني إلى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ملأ عمير قلبه بنور القرآن ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كنت شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام وأنا أحب أن تأذن لي بالذهاب إلى مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا وإن رفضوا آذيتهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله فأذن له الرسول منذ فارق عمير مكة متوجها للمدينة كان صفوان يمر بأهل قريش ويقول أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر ولما طال انتظار صفوان تسرب القلق إلى نفسه فكان يخرج إلى حدود مكة ويسأل القوافل ألم يحدث بالمدينة أمر إلى أن جاءه راكب فقال له إن عميرا قد أسلم فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة فكان يظن أن عميرا لا يسلم ولو أسلم كل من على الأرض وصل عمير بن وهبة إلى مكة وما كاد صفوان يراه حتى هم بمهاجمته ولكن عميرا قال له يا صفوان إنك لعاقل من عقلاء قريش أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يصبح دينه أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل عمير مكة مسلما وقد صمم على نذر حياته للدين وراح يعوض ما فاته ويبشر بالإسلام ليلا ونهارا يدعو إلى العدل والإحسان والخير والمعروف وفي أسابيع قليلة كان الذين هدوا إلى الإسلام على يد عمير يزيد عددهم عن كل تقدير يمكن أن يخطر ببال وخرج عمير بهم إلى المدينة في موكب طويل مشرق يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هذه قصة حقيقية حدثت بالفعل ويرويها رجل يمني مقيم بالسعودية فيقول أخذني كفيري الذي أعمل عنده في سيارته لتوزيع زكاة ماله فذهبنا بمحاداة طريق الساحل البحري حيث تنتشر القرى الفقيرة وكانت الأموال موزعة في ظروف كل ظرف فيه خمسة آلاف ريال وعندما خرجنا من إحدى القرى إلى طريق جد جزان وإذا نحن برجل عجوز وعمره سبعين سنة أو أكثر لكن منظره يوحي بصحة قوية وكان يمشي على الخط العام فقال صديق الذي أعمل معه ماذا يفعل هذا العجوز في هذه الصحراء الحارة وحده فرد سائق سيارتنا بسخرية أكيد هو يمني ودخل من دون تأشيرة وقفنا بجانب الرجل وسلمنا عليه وسألناه من أين يا شيخ وأين تذهب قال من اليمن ومشتاق إلى بيت الله الحرام قلنا له هل دخلت البلاد بطريقة شرعية قال لا والله دخلت من غير أوراق عن طريق التهريب حيث أني لو أردت الدخول بطريقة شرعية فلابد أن أدفع مبلغ ألفين ريال تأمينا وأنا لا أملك إلا مئتي ريال ركبت بمئة ريال ومتبقي معي مئة أخرى قال له صديقي كم أمضيت من الوقت وأنت تمشي على قدميك في هذه الصحراء الحارقة وفي شهر رمضان وهل أنت مفطر قال الرجل أمشي منذ ستة أيام وأنا صائم والحمد لله قال له صديقي أنت الآن تجاوزت أكثر من خمس نقاط تفتيش أمنية فكيف تجاوزتها قال الرجل والله الذي لا إله إلا هو إني أمر من أمامهم وأحيانا من بينهم ولم يكلمني أحد منهم ثم سألته أنا هل تحملت كل هذه المعاناة للحصول على عمل في السعودية قال لا والله أنا فقط مشتاق إلى بيت الله الحرام أريد العمرة في رمضان هنا سأله صديقي الدوريات الكثيرة لم يقبض عليك وأنت تسير قال قبل نصف ساعة من الآن قبضت علي إحدى الدوريات قبل مسافة خمسين كيلومتر ثم سلمتني لمركز الشرطة على بعد كيلومتر واحد من هنا وسألوني إلى أين أنت ذاهب فحلفت لهم بالله أني أريد بيت الله الحرام فأطلقوا سراحي قلت في نفسي سبحان الله ربي هيأ لك رجال الأمن فنقلوك بسرعة إلى هذا المكان حتى يسر الله لك أمرك ثم قام صديقي وأعطاه ظرفين وقال خذ هذه زكاة المال أخذها الرجل وهو لا يدري كم المبلغ الموجود في كل ظرف وقال جزاكم الله خيرا فسألته تعرف العملة السعودية قال نعم فقلت له افتح الظرف وخبئ النقود بمكان آمن حتى لا تضيع فتح الرجل الظرفين وحين تأكد أن المبلغ عشرة آلاف ريال نظر إلينا وقال أكل هذا المال لي قلنا نعم هو لك فسقط الرجل من المفاجأة في حالة إغماء شديد ونزلنا من السيارة وجلسنا حوله نرشه بالماء وهو يصيح هذا المال كله لي وجلس يبكي بكاء يبكي منه الحجر وبعد أن استراح قليلا سألته عن سبب هذا البكاء الشديد أنا عندي بيت في اليمن وعندي قطعة أرض بجانب البيت وهبتها لله وبنينا عليها مسجدا أنا وأولادي من الحجر والطين المسجد اكتمل بناؤه لكن عجزنا عن فرشه وأشياء أخرى يحتاجها وكنت يوما جالسا بعد انتهاء البناء أفكر كيف لي أن أفرش هذا المسجد صراحة كلنا بكينا بكاء عجيبا وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جلبت له الدنيا بحذافيرها وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راخمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقول سيدة عجوز لي ثلاثة أبناء وقد تزوجوا فزرت الكبير يوما وطلبت أن أبيت معهم وفي الصباح طلبت من زوجته أن تأتيني بماء للوضوء فتوضأت وصليت وسكبت باقي الماء على الفراش الذي كنت أنام عليه فلما جاءتني بشاي الصباح قلت لها يا ابنتي هذا حال كبار السن لقد تبولت على الفراش فهاجت الزوجة وماجت وأسمعتني سيلا من قبيح الألفاظ ثم طلبت مني أن أغسله وأجففه وأن لا أفعل ذلك مرة أخرى وإلا تكمل السيدة العجوز وتقول تظاهرت بأني أكتم غيظي وغسلت الفراش وجففته ثم ذهبت لأبيت مع ابني الأوسط وفعلت نفس الشيء فاغتاضت زوجته وصرخت وأخبرت زوجها الذي هو ابني فلم يسجرها أو حتى يعاتبها ويطيب خاطري فخرجت من عندهم لأبيت مع ابني الصغير وصلت إلى بيت ابني الصغير وفعلت نفس الشيء الذي فعلته فعلته مع زوجتي ابني الأكبر والأوسط فلما جاءتني زوجته بشاي الصباح وأخبرتها بتبولي على الفراش قالت لي لا عليك يا أمي هذا حال كبار السن كم تبولنا على ثيابكم ونحن صغار ثم أخذت الفراش وغسلته وطيبته فقلت لها يا بنيتي إن لي صاحبة أعطتني مالا وطلبت مني أن أشتري لها حليا وأنا لا أعرف مقاسها وهي في حجمك بالضبط فأعطني مقاس يديك ثم ذهبت السيدة العجوز إلى السوق وكان لها مال كثير فاشترت ذهبا بكل مالها ثم دعت أبناءها وزوجاتهم في بيتها وأخرجت الذهب والحلي وحكت لهم أنها صبت الماء على الفراش ولم يكن تبولا ثم وضعت الذهب في يد زوجة ابنها الأصغر وقالت هذه ابنتي التي سوف ألجأ إليها في كبري وأقضي باقي عمري معها وعندها فصعقت الزوجتان وتملكهما الندم أشد الندم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها ولم يتوقف يوما عن الجدال والصراخ وكان الزوج بدوره يعاني أحزانا بسبب خلافاتهما وعندما لم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر قررت أن تفعل شيئا فذهبت لصيدلي صديق عائلتها وحكت له الوضع بالتفصيل وسألته أن يمدها ببعض العققير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد فكر الصيدلي ثم قال لها إن الكلمة الطيبة والإحسان إلى أي إنسان حتى وإن سبقت منه الإساءة سيجعله يراجع نفسه ويغير أقواله وأفعاله ونحن قادرون على زرع ما نحب أن نجنيه بالكلام الجميل والحب الصادق والصبر والإخلاص وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عندما وجدها لم تقتنع بما يقول دخل غرفة التحضير ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة وقال لها ليس من الحكمة أن تستخدمي سماً سريع المفعول وإلا ثارت حولك الشكوك لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجياً وببطء وعليك أن تجهزي لها كل يومين طعاماً من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاطاً من هذا السم بالقطارة في هذه الأثناء عاملها بلطف وود ولا تتشاجر معها أبداً مهما كانت الظروف عاملها كما لو كانت أمك حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد سعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور ومضت الأيام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقة وتتذكر دائماً ما قاله الطبيب لعدم الاشتباه فتحكمت في طباعها وأعصابها وعاملتها كما لو كانت أمها وبعد ستة أشهر تغير جو الأسرة تماماً فقد نشأ جو من الحب والصداقة بين الزوجة وحماتها التي تغيرت هي الأخرى وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها وأصبح الزوج سعيداً بما طرأ على جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدري وقالت له بحزن من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حمادي فقد صارت لطيفة جداً وأنا أحبها الآن مثل أمي أرجوك لا أريدها أن تموت ابتسم الصيدري وهز رأسه وقال يا بنيتي أنا لم أعطك سماً قط لقد كان المحلول الذي بالزجاجة عبارة عن ماء أما السم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان ساكناً في عقلك والآن تأكدت والحمد لله أنك شفيت منه يا بنتي ليس حسن الخلق فقط أن نعامل الآخرين معاملة طيبة بل أيضاً أن نصبر عليهم ونتحمل عتابهم وسوء تصرفاتهم معنا ولا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة وكما قال أيضاً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أصحاب السبت كان سيدنا موسى عليه السلام قد أنبأ بني إسرائيل أن الله قد حرم عليهم العمل في يوم السبت وأمرهم فيه بالتفرغ للعبادة وترك التجارة والأعمال الدنيوية مثلما أمر الله المسلمين بتلبية نداء الصلاة يوم الجمعة وأن يسعوا إلى ذكر الله حتى تقضى صلاة الجمعة ثم يعودوا لأعمالهم وتوالت الأعوام وفي عصر داود عليه السلام انتشرت الذنوب بين أهالي إحدى القرى على شاطئ البحر وكان يعمل أهلها بصيد الأسماك فأراد الله أن يختبرهم ليميز بين من أطاعه وبين من عصاه حيث ضيق الله عليهم أرزاقهم وامتنعت الأسماك أن تأتي إلى شواطئ القرية طيلة أيام الأسبوع واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع أما يوم السبت فتقترب من السواحل والشواطئ وأعدادها هائلة وأنواعها جيدة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ويصبحون في اليوم التالي وهو يوم الأحد ليقوموا باستياد الأسماك فيجدون الأسماك قد غادرت الشواطئ إلى أعماق البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون انتبه أهل العلم والإيمان لهذا الابتلاء وعرفوه وأخبروا الناس أن هذا ابتلاء من الله بسبب ذنوبهم ولو أنهم صبروا عليه فإن الله سيرفع عنهم هذا الابتلاء وينال رضوانه فالثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا راجت في المجتمعات تموت البدع وتصلح الأحوال ويعيش المجتمع حياة طيبة اجتمع بعض أهالي القرية من بني إسرائيل وعزموا على شق القنوات وفتحها يوم السبت حتى تمترئ بالأسماك ثم يغلقون المنافذ في الليل ليصيدوها يوم الأحد ولما رأى العلماء وأهل الصلاح هذا الفعل والاحتيال ذهبوا إلى العصات المحتالين وأخذوا ينصحونهم ويحذرونهم ويبينون لهم أن هذا تحايل على حرمات الله فمن طبيعة بني إسرائيل اللجوء إلى الخداع والتحايل والالتواء أخذ هؤلاء المحتالون يصغرون من الآمرين لهم بالمعروف والناهين عن المنكر وهنا ظهرت مجموعة كانت لا تعصي الله ولكنها ترى المنكر ولا تنهى عنه وذهبت إلى العلماء والناصحين قائلين لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لماذا تتعبون أنفسكم بنصيحة أمثال هؤلاء فكان رد المؤمنين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي لنكون معذورين أمام الله عز وجل ولعل نصيحتنا لهم تجعلهم يفيقون من غفلتهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وجاء أمر الله وأنجى الله عز وجل الآمرين بالمعروف وأهلك العصاة بالعذاب الأليم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حل بالعصاة العذاب وحولهم الله إلى قردة عقابا لهم على معصيتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين تزوج الشاب من فتاة ليست على قدر كبير من الجمال ولكنها تمتلك قلبا سليما وحبا كبيرا لزوجها فكانت تحاول دائما إرضاءه بالتزين له ولكن في كل مرة تحاول فيها إسعاده وإرضاءه والظهور أمامه بشكل جميل كان يقبلها بالإعراض وبكسر خاطرها بل وفي أحد المرات أخذها بالقوة ليخسل لها وجهها وجعلها تنظر في المرآة لترى مستوى جمالها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فبكت الزوجة من الحزن والأسى ونامت في تلك الليلة مكسورة الخاطر وفي الصباح كان الزوج على موعد لمعرفة نتيجة تقدمه لوظيفة مميزة كان على ثقة كبيرة بالحصول عليها لثقافته وخوضه الاختبار بتركيز شديد وعندما أعلن المسؤول نتيجة الاختبار فوجئ الزوج بعدم نجاحه فحزن حزنا شديدا لدرجة البكاء فاستمع لأحد الناجحين يقول لصديق الله لو يوافق المسؤولون على أن أتنازل عن الوظيفة لهذا الشاب الباكي لفعلت الآن وكل ثقة بأن الله سيعوضني فمن يجبر خاطر إنسان يجبر الله خاطره في هذه اللحظة تذكر الزوج أنه دائما ما كان يكسر بخاطر زوجته فندم كثيرا وعلم أن أعظم شيء في الدنيا هو جبر الخواطر ومن يومها وهو يتعامل مع زوجته بكل ود ومحبة وحصل على وظيفة ما كان يحلم بها قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ترجمة نانسي قنقر